أصدر المعهد الوطني للأحصى أنهار 3-21 فيفري أحصائيات سنة 2016 في عديد القطاعات والمجالات هذا وبين أنه نسبة النمو ما تخططش الـ 1% سنة 2016 في البلاد مقابل 1.1% سنة 2015 أما النمو نتيج المحلي الإجمالي خلال الثلاثية الأخيرة من 2016 فبلاغ 1.1% مقابل 0.6% خلال نفس الفترة من 2015 وفي رجوع المفصل على بقية القطاعات فإنه يبين تراجعهم في نمو قطاع الفلاحة والصيد البحري بنسبة 7.8% خلال الثلاثة الرابعة سنة 2016 وهو ما فسرته الوزارة بكونه يرجع إلى تقلص الانتاج في بعض المنتوجات الفلاحية على غرار انتاج الزيتون اللي انخفض بحوالي 59% خلال سنة 2016 أما بالنسبة للقطاع الصناعات المعملية فهو اشهد تراجع طفيف بنسبة 0.6% خلال الثلاثة الرابعة من سنة 2016 في حين سجل نمو إيجابي خلال 2016 بنسبة 0.9% مقابل 0.4% سنة 2015 هذا بيين المعهد الوطني للإحصاء أنه فم برشة قطاعات كيفما شهدت نمو شهد التراجع هذا بيينت الأرقام أنه قطاع الخدمات المساوقة خلال الثلاثة الرابعة من سنة 2016 عرفت نمو إيجابي ويرجع هذا إلى ارتفاع القيمة المضافة في كل قطاعاتها على غرار قطاع خدمات النقل اللي يتطور بـ 5.8% وقطاع خدمات النزل والمقاهي اللي يساجل نموه بـ 9.8% فكيفاش تنظر وتدرس عديد الجهات المعنية وخاصة منها الوزارات الأرقام اللي بيينها المعهد الوطني للإحصاء حتى تتديرك خاصة منها النقائص ومن سمعه سنة 2017 على أي تراجع في أي قطاع ترجمة نانسي قنقر